عايز تبعايش حياة طيبة لا تغضب يمكن علشان المعنى كل المعنى اللي أنا قلتها دي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي الدرداء لما طلب منه عمل يدخله يدخل به الجنة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له لا تغضب ولك الجنة أنا بقى بفهم هذا الحديث اللي قاله حديث سيدنا رسول الله لسيدنا أبي الدرداء ألي بقى أنه قال لا تغضب وعيش في الجنة في الأولى وفي الآخرة فإيه اللي حاصل؟ يعني هو عيش في جنة في الدنيا الراجل اللي كان بينام وليس في صدره شيء من أحد ده كان في جنة الدنيا كان في جنة لأنه ما بيغضبش ما بيغضبش يعني ايه؟ ما بيطبعش نفسه ويسيب أذن قلبه للنفس فتلعب به فكلمة لا تغضب من حضرة النبي هنا عالم كبير جداً اسمه عالم الوسع مش عالم الأسر في عالم الوسع اللي هو ايه عالم الوسع؟ عالم النقاء عالم الصفاء عالم برد السكون مع الله وليس برد السجن الذي تصنعه لك النفس في الغضب فكلمة لا تغضب مش مجرد أمر بترك الغضب وإنما هو أكتر من كده اللي هو ايه؟ أنك تبتعد عن المواطن التي تجلب عليك غضب الإنسان وكأنه بيقول لك إيه الدنيا واسعة ما توقفش في سجن النفس ما تخلكش في سجن النفس يعني مثلاً واحد بيتدايق لما يقعد في مكان صوته في دوشة يبقى الأفضل إنه هو ما يحاولش يقعد في المكان دوت بقدر الإمكان ما تروحش يعني إيه لو قعدتك تبقى في المكان اللي أنت بتتدايق منه يبقى داوة تعمله عشان تتجنب الإيه؟ تتجنب الغضب وكمان العلماء بيقولوا معنى مهم جداً في قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصى لا تغضب بيقولوا المقصود لا تفعل ما يأمره كبير الغضب وزي ما قلنا ويحملك عليه من الأقوال والأفعال ويمكن علشان الاعتبار ده في بعض التصرفات اللي بتقع وقت الغضب تيجي الشريعة وإيه؟ وما تعتبرهاش إيه دا؟ يعني أنتوا بتساعدوا الناس عن أن تغضب؟ لا بنساعد الناس أنهم يفهموا أن الغضب ده مدمر يبقى إحنا عايزين نقول لهم إيه؟ الغضب ده مدمر الغضب ده لا إنساني يعني إيه الغضب لا إنساني؟ الغضب دي مش حالة إنسانية لكن الغضب حالة شيطانية أول حد بين لنا الغضب ممكن يودينا لغاية فين؟ أنتوا لحظوا رسول الله قال لا تغضب ولا كالجنة بيقولوا لا تغضب كإبليس فتضرط من الجنة فلا تستجب للغضب حتى تبقى في الجنة إبليس لما استجاب لغضبه لما رأى ربنا سبحانه وتعالى كرم سيدنا آدم وأمرهم بالسجود ما قدرش يحتمل غضبه فاعترض على مولاه والغضب ممكن يعمل كده يجعل الناس في أوقات الغضب تصنع أشياء فيها سوء آدم مع الله وعشان كده الشريعة قالت إيه؟ سنهدر الغضب ولا نعتبره فنعمل إيه؟ ففي بعض الأحيين لا نعتبر أن الغضب ده ممكن حالة من الحالات الطبيعية للناس ولذلك الغضب ده ممكن يأثر في مسألة إيه؟ في مسألة الطلاق ولما يبقى فيه إغلاق وما فيش قصد في الطلاق الطلاق لا يقع لكن طبعا ده مش من معنى كده إن احنا بنقول لهم إيه؟ روحوا إغضبوا وطلقوا زي ما أنتوا عايزين لأحنا بنقول إن في مرحلة من المراحل ده لما بيفقد الإنسان القصد مع الغضب وده عشان نبين إن الغضب حالة غير سوية نبقى إحنا عادين قاعدة الشريعة تقول لنا في أوقات كثيرة إيه؟ الغضب ليس من شيمة الأسوياء الغضب حالة ليس فيها اتزان الغضب حالة شيطانية وليست حالة رحمانية ولذلك لما الطلاق ممكن يدخل الناس في إيه؟ في المنع من إيقاع الطلاق يبقى لا طلاق في إغلاق يبقى علشان كده الإسلام أشر إلى هذا المعنى والتقط هذا المعنى لإمام الغزالي حجة الإسلام الغزالي فجعل الغضب ثلاث درجات فبيقول قوة الغضب على ثلاث درجات إفراط يعني يا رب يا دي أبدايتها كده وتفريط واعتدال أحدها إذا كان الغضب عادياً لا يوصف الشدة كسائل الغضب الذي يقع للناس واحد الدايق الدايق إيه؟ غضبان بس الدايق التاني أن يشتد الغضب حتى يزول معه الشعور ويصير صاحبه في حكم المجنون في حكم المجنون أو السكران آه في ناس الغضب ممكن يعمل فيهم كده والتالت ما بين ذلك هو أن يكون إذا اشتد الغضب ولكن لم يفقد شعوره إيه ده؟ بل هو لسه إيه؟ عنده شيء من الإحساس وشيء من العقل وكل حالة من دي لها أحكام لكن بشكل عام لابد أن احنا نتعلم أن الغضب ليست من شيمة الأسوياء وهنا في حاجة بنسميها مهمة جدا لازم إذا كنت شيخ لتلامزة أو شيخ لمردين أستاذ في جامعة أب الأولاده مدرس أي حد لازم تعلم أولادك مهارة أساسية في مهارات الحياة اسمها إيه؟